كورونا بات يغزو الشمال السوري أرقام مرعبة ومتزايدة وخطر محدق وسط صعوبة في وضع القطاع الصحي وإمكانيات بسيطة لمواجهة هذا الوباء لا شيء ترجوه المنظمات الإنسانية والطبية في الشمال السوري سوى أن تهيب بالأهالي الالتزام بالإجراءات الوقائية وإلغاء التجمعات وارتداء الكمامات للحد من انتشار عدوى الفيروس كل ما يتغير بوضع انتشار الفيروس في الشمال السوري هو أعداد الإصابات والوفيات المسجلة في كل يوم وصل إجمالي عدد الإصابات في المحرر إلى أكثر من 11 ألف إصابة وثقتها شبكة الإنذار المبكر رقم ينبئ بوضع كارثي وضع تحدث عنه الدكتور مرام الشيخ وزير الصحة في الحكومة المؤقتة الشيخ أكد أن منطقة إدلب تمر في ظروف صعبة بما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا بسبب تصاعد عدد الحالات وضعف الإمكانيات الموجودة والوصول إلى مراحل حرجة بما يتعلق باستيعاب النظام الصحي للحالات الموجودة في المنطقة مخاوف الشيخ شاركه بها فريق منسق استجابة سوريا وصلت الضوء على الوضع في المخيمات وتهديد الفيروس لأكثر من مليون نازح داخلها ما يمثل حلقة قد تكون الأخطر في سلسلة الظروف الصعبة التي يعانيها قاطني المخيمات وزير الصحة وفريق منسق الاستجابة دعوا منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية والمانحين لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا في الشمال السوري والذي يواجه تحديات كبيرة في الوقت الراهن وضع مناطق شمال شرق سوريا ومناطق سيطرة نظام الأسد ليس أفضل حالا من وضع الشمال السوري إصابات جديدة في كل يوم غير أن النظام يخفي الأعداد الحقيقية للإصابات في مناطق سيطرته بحسب ما نشرت وسائل إعلامية عدة منها صحيفة ديرش بيغل الألمانية